الرد على وليد فراج وجمهور اتحاد جده والاعلام السعودي كله وكل المشككين في الاهلي قبل مباراة اتحاد جده السعودي الاهلي يعني علم على اتحاد جده تلاتة واحد براحة قوي بشوش قوي على الهادي قوي كان ممكن نزود النتيجة اكتر من كده ولكن الاهلي اكتفى بالتلاتة على الكبسة اتحاد جده الواحد اتنين الطعمية راحت فين الطعمية جات رزعتك تلات سندوتشات في بقك تلات سندوتشات حرقين تلات سندوتشات بيوجعوا الاهلي ترشم اتحاد جده الاهلي ترشم اتحاد جده حرفيا حرفيا بعد كل المليارات دي وبعد كل النجوم دي مركز سادس في ملعبك وسط جمهورك فعل فاضح الاهلي مع اتحاد جده طبعا ولا تقول لي بقى بنزيمة ولا كانتي ولا الشلة اللي انتو جايبينها بخمس قروش دول رجلت الاهلي رجلت الاهلي حداشر لعيب راجل خطفوكو يعني انتو تخطفتو والاهلي رمكو اخر ما موتش بقى يعني بقى اتخطفتو دي مش كورة دي مزيكة دي مش كورة دي مزيكة وهليتفرج قبل الاعلاء قبل الماتش فين فين الاهلي وهتقولنا الاهلي والاهلي هيبقى درس قاسي درس انت انت خدت مية قلم على وشك النقطة وطلق بعد الماتش يا مصريين انتو كبرتوا الموضوع ويا مصريين مش عارف ايه ده ده كده براحة كده براحة يعني كده الاهلي ما تغشمش الاهلي طول الماتش ضغط عالي الاهلي طول الماتش بصح الاهلي طول الماتش تحركات مفيش لعيب الصراحة النهاردة لعبت الاهلي كلها عشرة من عشرة من اول الشناوي السد العالي للنادي الاهلي لكهربا الفولت العالي السستيني السستيني النهاردة امام عشور اول مشاركة في كاس العالم جول ده التاريخ وده الطموح مش اللي بيروح يجيب بطاطس ده التاريخ وده الطموح بيرسي تاو احسن لعب في افريقيا اقول لي عنك اكتر من كده احسن لعب في افريقيا ولا تقول لي رومارينيو ولا جوتا بيرسي تاو مسحكم يعني مسحكم النجيلة واكلكم النجيلة وعالهادي حسين الشحات العالمي جون ارتو وترقصات وكل عليك وعيش النهاردة كل عليك وعيش وبلع بكبسة كل عليك وعيش وبلع بكبسة مره انا عطيه اتدكر كوكا لعيب يعني راجل راجل حمد فتح التاني كوكا محمد هاني المنديال انت تخليك محمد هاني تلعب في كاس العالم على طول يعني تخليك تكمل في كاس العالم على طول ياسر ابراهيم رجولة عبد المنعم دكتور على رئيس لام مهدي دكتور دكتور معلول حتى الزغلول كان زغلول عليش وقت كبسة زغلول 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 يا جمهور اتحاد جدة جمهور اتحاد جدة اللي انسحب من الماتش بعد الديها من قول الديها سبعين سبعين كده بدأ جمهور اتحاد جدة يسيب الملعب ومشي ليه ليه يا ابو تلاتة دكورة اه اه تشجع فرقتك ممكن ترجع في الاخر الوقت ايه يا ابو تلاتة زغلال الليل انت خسرت تلاتة دكورة يا ابو تلاتة صار الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة ايه يا ابو تلاتة مش كده مش كده يا ابو تلاتة جمد قلبك شوية يا ابو تلاتة قاعد قاعد شجع فرقتك فرقتك اللي لسه طالع مبارع فرقتك اللي الدور بتاعك كله لسه طالع مبارع قدام الاهلي تقفت عزيم سلام قدام الاهلي تقفت عزيم سلام قدام الاهلي انت وفلوسك واي حاجة تحت جزمة الاهلي وتحت تاريخ الاهلي التاريخ الاهلي اللي اكبر من الرياضة بتاعتكم كلها تاريخ الاهلي اللي اكبر من الرياضة بتاعتكم كلها تيجي عند بابا الشغلانة ومالك اللعبة والاسد اللي لعب مراته النهاردة توقف تعزيم سلام توقف تعزيم سلام انت قدام الاهلي قدام الاهلي يا ولد مباراة هتفضل في التاريخ يعني انتو بعد عشرين واحد وعشرين والاربعة اللي بلحها الهلال بنجوموا كلها قلتوا ده الهلال كان متروض منه اتنين النهاردة للفرقة كاملة وخدتوا تلاتة براه المباراة تفضل في التاريخ اتعاد جدة بنجوموا الاوروبية كلها نجوم العالم بتلعب في اتعاد جدة بيخسر تلاتة واحد من رجالة الاهلي في ملعب السعودية في ارض السعودية وسط جمهور السعودية بتبلع تلاتة بتبلع تلاتة طبعا كل الشكر الجمهور النادي الاهلي الحقيقي وحط تحت الحقيقي دي مليون خط مش ميت خط مليون خط جمهور الاهلي الحقيقي اللي ملل ملعب النهاردة وطول الماتش تشجيع وفعلا اعظم جمهور واعظم نادي هو جمهور الاهلي والنادي الاهلي اعظم جمهور واعظم نادي هو جمهور الاهلي والنادي الاهلي تحية للرجالة دي فعلا اللي جت وسفرت ورا الفريق ومالت الملعب وشجعت فريقها بجد وقدمت لوحة فنية قدام جمهور الاتحاد جده اللي في ملعبه وفي بلده ومشي وساب الماتش من اول الديها سبهين مش يوساب الماتش من اول الديها سبهين فرية الاهل النهاردة كلها لما خش في التقييمات الشناوي عشر على عشرة ياسر ابراهيم عشر على عشرة رامي ربيح عشر على عشرة محمد هاني عشر على عشرة علي معلول عشرة على عشرة اه مران عطية عشرة على عشرة كوكا عشرة على عشرة ابا معشور عشرة على عشرة بير ستاو عشرة على عشرة حسين الشحات عشرة على عشرة. كهرباء عشرة على العشرة. الرجالة اللي نزلت كلها عشرة على عشرة. مدست اللي اضطرت بعد اول دقيقتين تلاتة لما نزل عشرة على عشرة عشان اضطرت. اللعبة كلها النهاردة كولر عشرة على عشرة. الخطيب عشرة على عشرة. الجمهور مية مليون على عشرة. المنظومة كلها النهاردة رجالة. المنظومة كلها النهاردة رجالة. دي كانت حلقتنا كاس العالم يا اهلي البطولة مش بعيد الاهلي معودنا على الطموح ان شاء الله البطولة اهلوية اشوفكم في حلقة جديدة على قناتنا واريت تدعموه القناة بلايك للفيديو واشتراك للقناة نوصل بعلف مشترك اشوفكم في حلقة جديدة كم معكم طوال اهلو